المشكلة مشكلة خط الدفاع وبالاخص محمد عبد المنعم وحجازي انا واحد من الناس والله لو الناس تبعت كل حلقاتي اللي كنت بتكلم فيها من قبل البطولة ما تبدأ ودايما هتكلم ناس بتقعد تتكلم بتقولك انت بتتكلم بنا على ايه وانت مدرب يا جماعة لا والله هي خبرة سنين دايما الواحد اتعلم دايما لما تيجي تلعب في الحتة الدفاعية دي بالذات لازم الاتنين يبقى جهزين عايز تاخد بطولة لازم قلبين الدفاع يكون في افضل حالته دول اهم دول اهم عنصر هو حارس المرمى الباقي كله ممكن تقدر تلمه تقدر تتعامل معه تقدر تكتهد فيه تقدر ممكن تغير فيه بخلاف طبعا تغييرات مستر فيتوريا على الاطراف دايما يعني عمر كمال عبد الواحد ومرة تلعب حمدي ومرة هاني ومرة فتوح كسرة التغييرات في الخط الدفاع طبيعي انها هيعمل لك ازمة جماعة احنا حطين ستة هداف ودخل في المرمانة ستة هداف دي مستر فيتوريا انا هقول من وجهة نظري بصراحة بس انا مش حابق بتكلم في الحتة دي لانه هو في الاول اخر هو مدير فن المنتخب مصر بس تركيزه مع المنتخب والشكل اللي احنا شفناه في البطولة لا اصل الحتة المنتخبات دي مختلفة عن الاندي حقيقي يعني مدرب المنتخبات ده مختلف يعني ما ينفعش مدرب منتخبات يمسك اندي وليل جدا لما تلاقي ولاي الاول اللي بينجح لان المنتخبات موضوع مختلف تماما بتدرس المنتخبات بتشوف طريقة لعبة مختلفة عكس الاندي عكس النادي يعني عكس النادي لان انت اختيارتك دايما في المنتخب والناس بتبقى معاك ونس بتبقى ضدك فبيحصل لغباتها لانك انت بتعمل تجميع باسم الكرة بمصرية وباسم المنتخب مصر فدايما يتلاقي في ايه بعض الاختيارات مش مظبوطة بس خلاني اتكلم ان بالذات بالاخاص عبد المنعم عبد المنعم وحجازي يحجازي لسه راجع من اصابة انا قلت والله العظيم ان كان لازم في البطولة دي لازم كان ياسر إبراهيم يلعب ده حقيقي كان لازم يلعب او اكتر واحد كان جاهز واكتر واحد كان مشارك واكتر واحد كان متقلق في الوقت مع النادي الاهلي في كاس العالم الاندية كان هو ياسر إبراهيم وكان محمد عبد المنعم رغم sonra في ظل مستوى محمد عبد المنعم في الفترة الاخيرة اللي انا مش مقتنع به في الفترة الاخيرة بصراح يعني محمد عبد المنعم في الفترة الأخيرة مش بعيد عن مستوى تماما بعيد عن تركيزه بعيد عن الحالة بتاعته بعيد عن حتى تركيزه في أول بطولة شارك فيها من حماسه من آه عندك ثقة مش ايه المشكل خلي عندك ثقة بس الثقة اللي هي زيادة عن نظوم طبيعي ان انت هتلاقي نفسك المستوى بيقل مستوى بينزمها طبعا الحالة اللي فيها حجازي انا بصراحة يعني حجازي بخبراته يعني الهدف الاولاني بتاع كاب فردي غريب ما يحصلش من من مدافع ابدا يعني انت الولد الرجل المهاجم هو بيشوت او نص الملعب هو بيشوت انت حطيت ايدك الاثنين ورجلك الاثنين ضموا انا ما عرفش يعني هل مثلا يعني لحظة تركيز او انت مثلا خفت ان انت عدي من بين رجلك ما انت اديت مساحة وخصوصا كمان من الكرة راحت اصلا ضعيفة يعني كمان يعني الطبيعي ماشي ممكن احط ايدي ممكن اخلي ايدي ورا ظهري عادي ده حاجات عادية بتحصل في الكرة بس رجل اللي اتنين يتضموا فطبيعي ان انت خلاص انت كلبشت في الارض السبات بتاعك تسبت زيما كده لكي ان حد ربطك في الملعب فمعرفش بحالة البطء اللي فيها حجازي خلاني اتكلم ان معظم الاهداف اللي دخلت في منتخب مصر بسبب محمد عبد المنعه وبسبب حجازي عدم تركيزهم مع طبعا التغييرات اللي بيحصلها مستر فيتوريا فدول اهم اهم من الولتوني كنت حابة بتكلم عليه بخلاف كمان مروان عطيه والله كل الكلام ده احنا قلناه يعني انا قلت ياسر ابراهيم يلعب ومروان يلعب وامام يلعب وكان مفهود اني مايلعبش من البداية بس وده اللي حصل والله ودايما الناس بتقعد تهاجمني على فكرة انا باحترم الكل وباحترم الانتقاضات الحمد لله ما بزعلش في الاخر في الاخر انا بتكلم ككورة وبتكلم بخبرة سنين الناس هتقول لك او انت لعبت اه لا والله لعبت ما اقبع علي انا مش هعد اتكلم عن نفس كتير جدا ويمكن الجيل حتى الصغير ده والله لو يعني لو كان لحيني كان يعرف ابراهيم سعيد كويه بس انا مش هعد عرف في الناس يعني اه يعني دايما كده تابع ممكن تكونوا بقى ادفع يعني حتى الحاجات الفيديوهات اللي بتنزل ولا الحاجات اللي انتو بتشوفوها لايه الحاجات الصغيرة والكلام ده جوه الملعب ده حاجات بسيطة والله يعني ده جزء بسيط بس انت ما عيشتش الاجواء ويمكن اتشرف ان الممكن الجيل اللي هو من سني او التسعينات لحقني فعارف ابراهيم سعيد وانا الحمد لله دايما واثق في نفسه والله يا جماعة صدقوني الحمد لله لما باجي اتكلم كورة اسمعني لما اجي اتكلم كورة اسمعني خبرة سنين الحمد لله من من اول ما بدأت في الناشئين لحد ما بطلت 2013 فدي كلها خبرة سنين عيشتها جوه الملعب وتعاملت بكل شيء فلما اجي اتكلم كورة انا ما يعني يعني الناس بتقولك ترند ترندFEl nhà اعزو من كلمة انا انا ترند من قبل الترند انا والله اللي عايزين كلمة ترند دي لسه سامح كل هو حد يطلع هيكلم انا اعااذ اقولوكم حاجة شفتوا اللون ده كان ترند ها 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 ترند ده من سهلة 1999 قبل مهجب في ترنده قبل مهجب في والله شايفين اللون ده اهو تيلعلك الموق جديد اواويكمgel 극ه بسيطة يعني ده حاجة كده بسيطة فهي الترند من قبل الترند قس يا جماعة والله انا بستغرب من الناس اللي عرفاني يقول لك عشان الترند ترند يا جماعة والله العظيم انا ولا ولا بتابع موضوع الترند ولا المنصات ولا مشاهدات ولا الكلام ده انا الحمد لله واثق في ربيعا سبحانه تعالى واثق في نفسي واثق في شغلي واثق في امكانياتي مهما الناس تتكلموا والحمد لله الناس عارف ابراهيم سعي فالناس يعني ما علينا موضوع الترند ده فانا الترند قبل ما الترند يعني قبل ما الترند يطلع يعني فالحمد لله يوحد سيكت في نفسه في ربنا سبحانه تعالى دايما ربنا بيكرمني بوفايا فلما باجي اتكلم كورة عايز الناس تتكلم معا كور دايما لو تلاحظوا كده مفيش حد في مصر سواء لعيب صابق او رياضي او ايا كان او صحفي او اعلامي بيتكلم معايا كور اكتر حاجة يوحد الكلام يتكلم في الظروف واسلي مش حايف ايه كلام خارجي خارجي عن الكورة خالص لان هو عارف ان هيجي تتكلم معايا في الكورة هيزعل لو جي تتكلم معايا في الكورة هيزعل هنتكلم كورة مش هتعرف مش هتعرف من الاخر تاخد حق ولا بطل معايا لان بكلام الكورة هتلاقي بقى كلام تاني هتلاقي بعد الجامير طالع بالكلام بعيد عن الكورة تمام فلما باجي تتكلم يا جماعة او بتكلم على حد او بنكد حد ومن خلال تواجد هنا في بلاس تسعين في شاشة قناة النهار هتكلم على أي حاجة كل الناس بالأدب وبالاحترام وبالزوء وكل التقدير والاحترام للكل من أصغر واحد لأكبر واحد بكورة من أكبر واحد لأصغر واحد هتعامل معه كورة واللي مختلف معايا يطلع يرد علي يرد علي كورة يرد علي بوجهة نظر كورة عشان بس الناس ايه بعض الناس كده اللي هي بتحب تبعد عن المجال تقول لك أسلم نفسي يا جماعة والله العظيم الحمد لله أنا عملت كل حاجة في الكورة وعملت كل حاجة في حياتي وعملت كل حاجة تتوقعه في الكورة